هم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعقونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدمه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سوف نؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسلاق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى ككليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستاعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حق الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله 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 ورحمة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسنوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الضائق أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الناس كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَبِدَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَبِدَ 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم والضالين آمين خذ أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فلتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم والنوسى الله أكبر سمع الله لما الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر آمين 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 سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر اسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل على سيدنا محمد في الآخرين صل على سيدنا محمد في الملأي لعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا بفضلك فيمن هدئين وعافنا فيمن عافئين وتولنا فيمن تولئين وبارك اللهم لنا فيما أعطئين اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضئين اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضئين سبحانك إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنهم لا يعز من عاديت ولا يذل من ولا لهم كبارك ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليه نحمدك ربنا ونتوب إليه ونؤمن بك ونتوكل عليه اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم مهد لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديه اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليه أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحمل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوالث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر حمنا ولا مبلغ عندنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعفو عنا اللهم عافنا واعفو عنا وعلى طاعتك عنا ومن شرور خلقك سلمنا اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذمدا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته واجته ولا يدينا إلا